وعبد الكريم قاسم يعرف أنه غاز الداغستاني القائد مالته العسكري ما إلى علاقة قوية أو متينة مع العائلة المالكة ليش يصرفوا أنه اعتقل وبقاش قد مؤتقل سنتين ونوط وما حكم بالعدامة ومحاكمة احتينا احتينا يعني طبعا أنا أضحك من يقولون أنه صاح الأبوي وبعدين أبوي طلب منه أنه يطلع ويطلع كلها حاتش هي القصة مثل ما قال لي ياها أبوي فاليوم صاحة جابة من الدفاع من السجن إلى الوزارة الدفاع ومكلبت حتى ما شعل المكلبت حتى أبوي قال كأنه دا يريدني أطلب منه ومستحيل أطلب منه شي فأني قاعدت من كلبت ونعطيني تشاي فما داع أحتي قال لي أنا أريد أشكرك عبد الكريم قاسم يقول للوالد أريد أشكرك لأنك لأني قريت الملف مالي وأنت وأنت ما دحني بالملاد فوالدي ضحك قال لي كريم اقرأها زين أنا قلت أنت تصلح ضابط جيد ما قلت أنت تصلح رئيس دولة هذا الشيء الوحيد صار بيناتهم ما عجبه كريم رد رجعها أبوي للسجن رجع للمعتقل وما طلع وراء وراء سنتين ونص يعني طيب إذا هو حتى هاي المعلومة موجودة عبد الكريم قاسم أنه أنه بأثوا على الملف مالي ووالدك أثنى عليه كظابة لا مو هو من من سجن والدي الملفات صارت بيد عبد الكريم وعبد السلام عبد السلام كره والدي من وراء الملف لأن بالملف والدي قائل ما يصلح هذا كعسكري فمن من صار عبد السلام اتصر بوقتها طاهر يحيب والدي وقال له دير بالك تنزل أكو كوينزغيت في لندن هي هناك السفارة قال نعطي أوامر إذا يلقوك يخطفوك عبد السلام عارف لأن كان يكره والدي خلينا وياه عبد الكريم قاسم بقى بالسجن سنتين وهو كلهم عدم عدم سعيد قزاز الله يرحمه وبهجة العطياء هم الأربعة من الأجمع سعيد قزاز كان وزير داخلية من أعظم أعظم وزراء العراق من أعظم الرجال العراق اللي عدمهم هو من القومية الكردية أي وبقى عدم أربعة عدم وبقى خمسة هم تانوا وتسعة كان الوالد من ضمن المحكوم قالهم بالإعدام بالإعدام ومرة جاء ولبسوا يدوم الإعدام على أساس يريدوني أدموه وبعدين اللي افتهمنا إنه رايحين الجنود الجيء السجن كله الجنود موجودين ووالدي كان محبوب بالجيز فرايحين على العبد الكريم ضباط قال لي إذا ينعدم غازي منا أنت ثاني يوم أنت ما تبقى رأسنا نقلت لك فسوى نفسه أنه ما يعرف إنه ما كنت أعرف بيها المهم راحا وبقى سنتين ونص وبقى سنتين ونص وبقى سنتين ونص بعدين اللي افتهمنا جاي عبد الكريم مسوي اجسماء وقاي لهم الكبار الرجال اللي ويام شو اسمع فدا يقول لهم إنه قررت إنه الأحكام أنزلها أخففها أخففها أخفف الأحكام فدا يقرأ العسامي توفيق السويدي من إعدام إلى عشر سنين أحمد مقتربابا من إعدام إلى عشر سنين وصل غازي الداغستاني إعدام إلى عشر سنين قاموا ما نقول أسامي قاموا اعترضوا قالوا زي يعني شو ننت يعني اعترضوا على تخفيف الأحكام اعترضتوا لأنه يعني تريدون أخفف أكثر قالوا لا هذولا كلهم ماكوا مشكلة بس غازي لازم ينعدم قاسم بلاشي مايحب واحدي عنده يقولون عصد صفانيتي قال لهم كلهم سنتين ونص بما أنه صارهم سنتين ونص باجر يطلعون طلعهم تم الإفراج عن الوالد تم الإفراج عن الكل من ضمنهم الوالد من ضمنهم الوالد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر